اخطف وجري مش عايز اداء كويس انا عايز نتيجة لا دايما الاهلي بالذات في الدوري اخطف وجري مش اخطف وجري بمعنى اخطف وجري اوضحها بس بمعنى ان الاهلي لما بيكون مش في يومه وسيء كان بيكسب هو ده الدوري ليه كان بيكسب عشان الاهل وعشان الاهل وعشان اتدافع من الموجود وعشان روح الفنالة الحمرة مع مؤذرة الجماهير وهو الكلام ده يعني احنا لو جينا بصينا للمواسم السابقة النادي الاهلي لما كان بياخد الدوري كان بياخده فرق كبير وبحق نتائج مؤثرة جدا في الدوري لكن السنة دي انا شايف ان الاخفاقات اللي حصلت دي نتيجة زي ما قلنا قبل كده وقلتها لك اكتر من مرة ضغط المباريات الارهاق الاصابات يعني النادي الاهلي الفرقة الوحيدة اللي فيها اكتر من اتناشة واحد مصاب ايه ولو تفتكر لأ وكلهم لعيب اساسي ولو تفتكر من حلقتين تلاتة على ما اعتقد يعني من حلقتين قلتلك لو الاصابات بالنسبة لعابة النادي الاهلي استمرت كل مباراة النادي الاهلي هيجي في الاخر مش هيلاقي لعابة لعابة طيب اخد منك عنوان كده كابتن اكرامي هل الزمالك استحق الدوري هذا الموسم عن جدارة؟ النادي الاهلي الخسر الدوري السنة دي طيب ليه ما تديش الزمالك وتقول الزمالك ما انا قلتلك ان الزمالك ماشي كويس ماشي الله انا بكلم في جزئية معينة عنوان الزمالك استحق الدوري هذا الموسم عن جدارة؟ طبعا فقط النادي الاهلي ماشي داكوما كابتن اكرامي بس الزمالك ماشي يعني الزمالك كان بعيد الزمالك لما رجع الجهاز الفن الجديد لانا كنتم موجود في الجهاز اللي قبليه وحصلت اللمة والقعدة واللعيب مع بعض مشه في مصار مختلف ايوه انا بكلمة كابتن محترامي طبعا النادي الاهلي النادي الاهلي اخفق بيده هو مليش دعوة انما المنافس بتاعه يا كابتن ماشي صح كويس المنافس بتاعه ماشي كويس يعني حديك بتقول ايه الزمالك ماشي بيخطف وجر لأ الزمالك كان بيكسب وبيقد اداء كويس يعني انا شاف اداء الزمالك المختلف اللي هم مش مطنع لجماهير الزمالك كان مباراة الاسماعيل اللي فاتت في الكهاز المباراة الوحيدة من وجهة نظر انا الراجل جي وخسر قبل كده الراجل جي اول ما جيه ميسك خسر بس مشي صح يعني حديك بتتكلم على تسعة لعابة في نشئيني الاهلي لأ الزمالك اللي عمل الحالة دي السنة دي في الدور العام ان هم هم كانوا في عندنا تسعة وعندنا عشرة ولعبوا معنا يعني قبل ما لعبوا مع مع فيرا لعبوا معنا احنا مع كالدرون في امتنى يا كابتن اكرامي إنما لأ الزمالك ماشي كويس يعني انا بتكلم الزمالك يستحق اه يستحق لو ان ما يستحقش يا كابتن ان الاهلي هو اشتب السنة اللي فاتت لا انا عايز بس اقف عند نقطة معينة يعني انا بتكلم بينك دي هنا وهنا مهيب لا اعايز اقف عند نقطة معينة اخذها من كابتن اكرامي هل